السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس دواليد. في الفيديو تعليم سأجد لكم ديسار أو كما قلت تحليه فيها تلت طبقات. طبقة الأولى ندير فيها الفند بيسكوين. طبقة الثانية ندير فيها ينكرم بلانوات كوكو. والطبقة الثانية نديرها ينكرم أرانج. تحليه بزاف من هنا تحليه منعيشة كما نقول. وكما لابد لكم منذ كانت في البروضة التحليه. اسمها واحدة بروفيتي دربيها هذا العفايس. نظن كما نتوش عليكم نخليكم مع الوصفة. نبدأ نوجده في الطبقة الأولى. عنده هنا كما رأيكم تشوفوا قاطو يعني شرو قاطو. باكي قاطو استعملوا قسمية خمسين قرام جيكم هكذاك واحد كاس كاس ونصف تعقاطو يعني ارحوها مور ما ترحوه باش تقيسوا. ارحوها هكذايا ما ترحوش بزاف يعني خلل مش يحتوني وليغبرة خللوا فيش يحباتها دوك راح يجوب بنان تانيك. وعندي ثمانين قرام تعم مارغارين طريقة مارغارين دايبة يعني دوبتها. اه ما قدش نقول لكم مش حل انتوما دو بريفنانس لي ما عندوش ميزان يشير هذيك الامارغارين اللي فيها يعني دايرين فيها القيس قطعه قيس 80 قرام ودوبوها. نحطها مع هذك البيسكويت ونخلطها. انا احبيت انا برك نزيد شوية مشي لازم يعني احنا نحب نزيد شوية كاوكا وكان عندي محمص راح يزيد تلقب لنا. انا نحب الكاوكا ومحمص في ديسار. سمازت لها شوية كاوكا ومحمص ومرحة ونخلطها. هذة تحليا درتها سبيسيا المون للناس على بيكين بزاف ناس اللي ما يحبوش يستعملوا الفور وما يحبوش ديسار اللي فيهم البيت. سماء هذة الاختراق قلت ندلكم تحليا يعني ما فيها بيض نمطي بني في الفورن يوالوا. عبيب لي راح تساعدكم. اه جبت لي ارامكا هذة وما تانيك لي اراهم ديرين حالة لي ارامكا نتع ستابع عشرين الالف. اذا لقيتهم كما اخدتكم يعني اختاري فات غير شرهم بس كي يساعدوكم في الصالي وفي السكري. نبدأ نعمر فيهم نعمر تحت تحت تحهم. اه يجوني يقس هذة الكونتي تيترتها خرجوا لي خمسة لي ارامكا. نعمرهم ام بعد نحطهم في الفريجي دار نخلوهم مع بيت حتى نوجدوا الطبقات الاخرى. الطبقات التي مهم لك المقادر. عندي كاس تحليب. اه اه اربعة كاس تحليب. اه اذا تحبوها شوية حلوة زيادة ديرو نص كاس. شوية لفاني عندي زوج مغارفة كبارة عن نواة كوكو. ومغارفة كبيرة ونص طعمة زينة. كما راكم ترون يجب ان اقوموا كبيرة. اذا لم اردت الكيسان. اذا لم اردت الكيسان يعني كنا نكيلو بيهم. لدي الناس لابليبار عندهم الكيسان. شهيتهم قلت نولين كيسان بيهم. ويساعدون يعني ما شي كبار بزاف كما كيسان كيسان بيهم. اه هذا يرفضوا مئتين وخمسة ميلات. هذا يرفضوا مئتين وثلاثين. اه قطوة في الكاسوران نحط الاحليب ندلو المايزينة. نخلطها مليح. باش ثم نكمل هذه المقادر ونرفض هذه الكاسولان في فوق النار نبدأ نخلط فيها حتى ونطلق هذه الخالط التي قام بها عقد وهو الخالط للطبقة الديزيان سوف نضيفه ونزيده برك شوية سوف نضيفه ونزيده ثم نبدأ نعمر في الفوند بيسكويت نبدأ نعمره قليلا نعمره قليلا ونزيده ونزيده قليلا ونزيده ونزيده قليلا ونزيده كيف ندخل الفريجة نجدهم حتى ونكمل طبقة التروازم وطبقة الأخيرة طبقة الأخيرة ونستعمل فيها هناك كاس تاع تحينه نصف كاس تاع ماء نصف كاس تاع سكر وميزينه هناك من يحب القطع تحينه يعني قاسح نحوه كاس ونصف كاس تاع تحينه ونحوه كاس تاع ماء ونخلطها حتى واحد تنحوه خلطوها ملح ونستعمل الوقت ونضعها فوق النار نقعد نخلط فيها حتى وينتعقد هذه الحلية كما راكم تروني سهلة ونرغب شخص مقادر و لا تشعر لها كثيرا يعني مليحة للنمضان كما رأيكم تقولوني دائما نضع ديروسات لنمضان إن شاء الله إذا كنا عايشين ننسي الماكسيوم فأنا نضع لكم ديروسات لنمضان نضعها فوق النار و نجعلها تعقد كما تعقدت تعاود تجبط لي رامكانها نعود نعمر يعني الطبقات الثالثة من فوق و كما درنا يعني في طبقات دوزيام لا تعمروا شيء على ضربه نضعوا شيئا في رامكان الأول دوزيام و بعد تكملوهم إذا قلت لكم عاودوا زيادهم مرة أمكان الأول و روحوا عندما ندخلوهم الفريجي نجعلوهم حتى يبردهم ملح كما نعاود نجبدهم و بعد ديكوراسيون كل واحد يحب تحبوا تخلوهم هكذا السامبل تحبوا زيادهم كشعر انا ازلت لهم شوية شانطية ضرب شوية شانطية نصف فنجل مع فنجل تعمى و طلعتها بالباطر حطيتها في بوش هادو و عمرتهم بالفوق تحليها تلت طبقات هاي لكي وجدت شوفها كيفاش جدت شابه و لا كوليرتها ديكلا كرام جدت تشاهي و مام سهلة مدت ليش بزاف الوقت برك خلوها تبرد مليح لازم لها تبرد باش لبنة تحاتبان و من الفوق قدرت لها ورقات نعناع و شو نقول لكم جات بزافها ان شاء الله تكون عجبتكم و اذا عجبتكم الوصفات على اليوم لا تنسوا شديرو جام تعبوني و تاك تيفي و لا كلوش دوك ما بقالغين نقول لكم سلام و تهل الله في رحكم ترجمة نانسي قنقر Так